مرة أخرى مرة تلتة وربعة وعشرة الإسماعيلي في وضع مؤسف ويحتاج من ينقذ الإسماعيلي خسر النهاردة من حرس الحدود وتزيل جدول ترتيب الدور الممتاز وضع مؤسف بيعيش فيه الإسماعيلي وضعه في المواسم الأخيرة مش الموسم ده بس قرارات إدارية كارثية وهروب من المسئولية ومبررات غير منطقية واللي بيدفع التمن دايما جماهير الإسماعيلي جماهير مغلوبة على أمرها لا إدارة سليمة ولا صفاقات سليمة ولا استقرار على مستوى المدربين ولا أي شيء يذكر ممكن ينجح قلعة كبيرة زي قلعة الدرويش الوضع بقى غامض أكتر بقرار استقالة مجلس الإدارة وتسأل يا طرى هيرجع إمتى أو هيرجع مجلس الإدارة إمتى في كلامه ولو ما رجعوش يا طرى مين اللي هيجي؟ ربنا يكون فعون جماهير يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الوضع في الإسماعيلي صعب جدا صعب جدا ودي الألفاظ اللي ممكن تخفف من وطقة ما يحدث في الإسماعيلي عشان الألفاظ المناسبة أكثر من ذلك بكثير وضع صعب جدا إسماعيلي النهاردة متزيل جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الخسارة من منافس مباشر هو حرس الحدود في منطقة الهبوط حرس الحدود النهاردة بيفوز ويضع الإسماعيلي في زيل جدول الترتيب الإسماعيلي حلته حالة أنا قلت الكلام ده أكتر من مرة قلت الموسم اللي فات قلت الموسم اللي قابله والوضع كما هو تغير إدارة الإسماعيلي في وضع صعب تغير أجهزة فنية بالجملة الإسماعيلي في وضع صعب تجي مدرب أجم النبي تمشي مدرب مصري تجي مدرب من الإسماعيلي تجي مدرب من خارج الإسماعيلي الوضع صعب تمشي لعيبة تجيب لعيبة تعمل صفقات ما تعملش صفقات الوضع صعب صعب جدا وبصراحة شديدة وبصراحة شديدة تتحمل هذا الأمر أولا وأخيرا إدارة نادي الإسماعيلي الحالية الاستقالة النهاردة وإدارة نادي الإسماعيلي السابقة وإدارة نادي الإسماعيلي ما قبل السابق كل من يعمل في إدارة نادي الإسماعيلي ما بيحبش الإسماعيلي زي ما بتحبه جمهي الإسماعيلي بصراحة أنا النهار ده قلت أتكلم بأمانة شديدة ورزقنا على الله ما هو اللي بيحصل في الإسماعيلي ده يتحمله مؤكد إدارة الإسماعيلي ليه بقى أنا مع كامل احترام لكل الأعضاء ما عنديش بيهم معرفة شخصية والمهانسية حيال كومي اللي أنا شخصيا كنت متوسم فيه خير لما هيتولى إدارة الإسماعيلي فما فيش أزمة يعني بس هو الوضع واضح واضح فيه الجهازة فنية بتتغير كل 3-4 مطشاط يعني أنت مدة صلاحيتك في الإسماعيلي 3-4 مطشاط كسبتهم هتكمل وغالبا مش هتكسبهم فما هتمشي 3-4 مطشاط وحتى لو كسبتهم وحتى لو أنقصت الإسماعيلي زي ما حصل الموسم اللي فات من الكابتن حمزة الجمل هتمشي طيب فريق إيه اللي في العالم مش في مصر في العالم بيغير مدرب كل 3-4 مطشاط والمفروض يبقى حالته مستقرة فريق إيه لما بيجي يعمل تدعمات يجيب مجرد أسماء مجرد أسماء من الزاكرة على سبيل المثال وليس الحصر صالح جمعة بكل مشاكله والخلفياته وكصصه وحكاياته أنت محتاج لعيبة تفوق الفرقة لعيبة عندها قلب وروح وحماس وعايزة تفوق الإسماعيلي فتروح تيجيب صالح جمعة اللي الإسماعيلي غرامه ووقفه من كام يوم النهاردة في كلام كمان عن إقاف باس المرسي بعد احتجاجه بالجمهور وعرضه للبيع أنت بتجيب إيه أنت بتشتري مين مين اللي بيختار اللعيبة دي ما هو طبعا عشان ما فيش مدير فني مستقر فالمدير الفني ما بيختارش حاجة يعني المدير الفني السابق يعني اللعيبة اللي جات دي ما فيش مدير فني اختارهم ده مجلس الإدارة وربما لجنة كورة وربما كثير من وكلاء اللعبين هم اللي بيحدفوا اللعيبة دي للإسماعيلي اللي مفهود ينقذوا لإسماعيلي طيب ده من جانب مدرب مستفقات إدارتها بطريقة سيئة جد مستحقات اللاعبين المتأخرة كثيرا طول الوقت يعني النهاردة قريد تصريح لرئيس النادي بيقولي إن ما فيش دعم للنادي وإنه النادي مديون وإن النادي عنده مشاكل مالية وإن الإدارة السابقة ثابت النادي مديون حضرتك تحملت المسؤولية حضرتك نزلت انتخابات وأكيد ولازم تكون عارف إن الاسماعيلي عنده مديونات مديونيات وكده كده مصر كلها عارفة إن الاسماعيلي عنده مديونيات من المجلس السابق وعنده مشاكل مالية طيب أنا كرار أنا كريم كرارت أنزل انتخابات لنادي سين وعارف أنه عنده مشاكل مالية معنى أنه أنا نزلت يبقى أنا عندي حاجة من الاتنين يعندي حلول للمشاكل دي يعندي فلوس في جيبها هروح أصرفها وحل المشاكل دي لكن مش بعد ما اشتغل أقول لا الحاولي ده فيه مديونيات على النادي كان سبقى وفيه مشاكل مالية وفيه مأزمات أنت ما تعرفش ما كنتش تنزل مثلا يعني فاللي هو والحد قيمت بصراحة يعني كل شوية نقول أصل الإسماعيلي عايز دعم أصل النادي الجماهيري الفناني عايز دعم والنادي ده عايز دعم لا يا جماعة حضرتك إدارة إدارة نادي يعني جاية عشان تطلع موارد للنادي تتوفر موارد للنادي تخلق موارد جديدة للنادي تعرف تجيب فلوس للنادي تشتري وتبيع لعيب عشان تعرف توفر نفقاتك تعمل أي تفصيلة لكن لو أنا جاي أدير نادي ومعنديش حلول لده بديل ليه؟ مع كامل احترام صدقوني الحمد لله يعني مش أنا اللي معندي أي مشاكل شخصية مع حد ولا عندي كصة أنا ما تكلم على وضع حالي بالعكس إدارة الإسماعيل دي في يناير لما كنت بتحاول تشتري لعيبة أي نعم مشتروش لعيبة جيدة أو يعني معظمهم مش جايدين بلاش مش جايدين مش مناسبين للفريق عشان نوقعنا النمة بيحاولوا يفوقوا الفرق بيحاولوا وكنا منتقدنا فكرة رحيل كابتن حمزة الجمل لك وعليك بس للأسف اللي عليك أكتر اللي عليك أكيد هو الموصل النادي أنه يبقى في المركز الأخير في الدوري انت متخيل لإسماعيلي لإسماعيلي في المركز الأخير في الدوري ويصارع الهبوط للموسم الثاني على التوالي يا جماعة دي مأساة ده مش طبيعي ده مش منطق لإسماعيلي اللي كان بيطلع نجوم الكرة المصرية لإسماعيلي اللي كان بيدي لكل الفرق في الدوري المصري كبيرة وصغيرة أعظم اللاعبين لإسماعيلي اللي كان بيدي أهم نجوم لمنتخم مصر لإسماعيلي اللي كان عنده أفضل مدربين في مصر لإسماعيلي السالس الأهلي والزمالك في المنافسة على الدوري وكل البطولات لإسماعيلي الآن في المركز الأخير في الدوري الممتاز ولما تبقى في الدوري الأخير وتروح تستقيل وانت عندك سبع نقط من 12 مباراة سبع نقط من 12 مباراة 12 مباراة يعني 36 نقطة انت واخد منهم كامل 36 سبع نقط وخسران 29 نقطة انتصار واحد الإسماعيلي من 12 مباراة وتيجي تقول لي انا مستقيل انا من الظروف صعبة يا سلام يعني بعد ما الإسماعيلي لا انا لو ما كان انا لو ما كان إدارة النادي الإسماعيلي ولا كل الاحترام مني لا اتحمل المسؤولية احنا مكملين واحنا هننقذ الوضع ده واحنا كان عندنا أقطاء واحد اتنين تلاتة هنصلح وهنلحق الإسماعيلي بس مش بعد ما تحطني في الآخر تقول لي سلام عليكم لا استنى عم وتسيبني بقى ادور ومين هيجي ومين هيعمل ومين هيلحق ومين هينقذ لا لا انا بصراحة لا قادر احمل جهاز فني ولا قادر احمل لعبين مسؤولية اللي بيحصل للإسماعيلي جهاز فني بقالوا مباراتين تلاتة لعبين ما بياخدوش تقريبا مستحقتهم وضع حتى اختيارات اللعبين زي ما قلت لكم ما كانتش اختيارات جيدة فتحمل مين انا بصراحة مش شايف غير الإدارة يعني لو عندي مثلا مدرب بقالوا موسم بلاش بموسم بقالوا مثلا اتناشر مباراة من اول الموسم مثلا موجود مع النادي الإسماعيلي فقدر اقول ايه لا المدرب عنده مشكلة جماعة مش شون مدرب وهاتوا مدرب غيره لك انا هل مثلا انا دلوقتي اطلع اقول احمد حسان ميدو فشل مع نادي الإسماعيلي هو ليحق ده هو مطشين تلاتة منهم مطش الزمالك مش هتقدر يعني ما قدرش هلقول مدرب في اللحظة دي ما قدرش هقول لعبين على فكرة الإسماعيلي عنده مجموعة لعبين جيدين يقدر يبني عليهم كتير ما يخلوش على أقل في المركز ده يا ممكن يحطوه في نص الجدول بس ما يبقاش في المركز ده لكن فيه أزمات فيه مشاكل جوه الفرقة اللي عايز يعدل عقده واللي عايز يمشي واللي عايز مستحقاته المتأخرة واللي عايز واللي عايز زمان كان اللعب اللي بيروح الإسماعيلي ده يقول لك اه انا روحت الإسماعيلي يا بغتي وهناية يا سعدي وفرحته دلوقتي يخش الإسماعيلي يقول لك لا الحون يا جماعة عايز أخرج مش عشان الإسماعيلي اسمه صغير ولا جمهريته مش عظيمة إسماعيلي اسم كبير وجمهريه عظيمة بس الوضع الإداري في الأمور المالية والإدارية فيها مشاكل كثيرة انا بقولي الكلام ده لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي اللي أنا في رأيي شايف انه محتاج يتراجع عن الاستقالة على الآيال لحد نهاية الموسم ده وحل بنفسك انت اللي عارف المشاكل حلها بنفسك وانقذ الإسماعيلي وبعد كده أقول لا لا أنا همشي بقى عشان أنا مش هقدر أكمل أو مش هقدر أدي للإسماعيلي أكتر من لديته بس ما تجيش دلوقتي وتقول إيه لا لا سلام عليكم يجي بقى واحد تاني أو يجي رئيس نادية أو يجي عضاء مجلس الدولة تانين يهبطوا بالفرقة وهم يشيلوا المسؤولية لا ده هروب بصراحة تهربش تهربش من المسؤولية تحملها لسه الأمور فيها وبصراحة الإسماعيلي تحديدا أنا بكلم الإدارة والجهاز الفاني واللعبين إسماعيلي عنده جماهير داعمة طول الوقت أنا ما شفتش جماهير تحملت زي ما جماهير الإسماعيلي دي تحملت فيه تلات أربع خمس سنين أخرى فأنت كده كده هتلاقيهم في ظهرك هتلاقيهم مسندينك فأنت كده كده هتلاقيهم في ظهرك هتلاقيهم مسندينك فامسك نفسك وقف على رجلك شوف مشاكلك شوف أخطائك حل بسرعة انقذ لإسماعيلي وبصراحة الكلمة تقيلة على الثاني انقذ لإسماعيلي يا سلام إزاي يعني الله يكون فؤون جماهير الإسماعيلي مرة أخرى إن شاء الله الأمور ينصلح حالها في الفترة القليلة القادمة قليلة القادمة زي ما قلت لكم حرص الحدود في هذا النهاردة على الإسماعيلي اتنين سفر في الجولة الاثناشة من الدوري كمان البنك الآلي تعادل سلبيا مع أسوان في المباراة كان فيها ندية كبيرة من الفلين رغم التعادل السلبي فارقه مع كابتن إقاب جلال بيفوز اتنين سفر على سموحة أو الوضع في سموحة في شبه الوضع بتاع الإسماعيلي وهم قل العرب يفوز على تضايع الجيش اتنين واحد في الدول الأسباني أشبالية فاز اتنين واحد على ختافي وبرشلونة فاز على قتلت كوماندليد واحد سفر في مباراة مصيرة جدا لحد الثانية الأخيرة قبل ما يخش على هاو كنا منتفرج على المباراة لحد الثانية الأخيرة قتلت كوماندليد جيت له أكتر من فرصة إنه يتعادل مع برشلونة في واحدة من كومة من الدول الأسباني أما في الدول الإيطالي فنابلي في طريقه للحفاظ على الصدارة بيفوز على سامبوداريا 2-0 وميلا وروما مباراة كبيرة في الدول الإيطالي من كلاسيكيات الدول الإيطالي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 النهاردة في كاسل اتحاد الإنجليزي منشستر سيتي اكتسح شيلسي 4-0 4-0 بتشكيلها مش كلها أساسية كان فيها بعض الشباب لمانشستر سيتي تفصيلاً بقى في الدوري المصري حرس الحدود النهاردة فاز على الإيسماعيلي 2-0 مصطفى زيكو سجل هدف الأول فيه ديئة ثلاثة وبعد كده نفس اللاعب سجل الهدف الثاني في ديئة ستين اللاعب اللي هدف كثير من الفرق فيه الدوري الممتاز اللاعب اللي انضمه مؤخراً بمنتخب مصر الوطني لعب مميز جداً ولعب رائع جداً فوز مستحق الحرس الحدود بصراحة النهاردة على الإيسماعيلي ده كان هدف مصطفى زيكو الأول والهدف الثاني برضو زي ما تقولكم مصطفى زيكو هو اللي سجل الهدف الثاني وحرس الحدود بصراحة مع الكابتن أحمد أيوب بيحاول وانا عجبني 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 جداً 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 وانا عدارة نادي حرس الحدود إدارة محترمة جداً عارفين يبصوا على المدرب عارفين يركزوا مع المدرب عارفين يدوه الدعم للمدرب سايبينوا مهما كانت النتائج لسه فيها اهتزاز ولكن الاستقرار مهم الاستقرار يقدل ده في الآخر إنك تقدر تكسب بعض التعصرات كان فيها سوق حظ في كثير من المباريات فالأمور تتحسن زي ما حضراتكم شايفين أنا بشفق على الكابتن أحمد حسان ميدو بصراحة بشفق عليه جداً يعني ظروف مستهلة يعني ظروف صعبة جداً يقدر بقى يعمل المنتدى ويعود بالإسماعيلي مرة أخرى للواجهة وتتحسن النتائج الله وعلا الله وعلا زي ما أقول لكم النهاردة كمان البنك الأهلي وأسوان تعدلاء سلبياً دون أهداف ملخص المباراة أمام حضراتكم كان فيه فرص من البنك الأهلي كان فيه فرص أيضاً من فريق أسوان ولكن ما فيش أي فريق يقدر يهز مرمى الفريق الآخر عشان تنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف فرقه النهاردة قدر يفوز على سموحة 2-0 رزاق حمرون واحد من اللعيبة المهمين جداً في الدورة واحد من اللعبين الجايدين جداً سجل الهدف الأول لفريق فرقه على سموحة في ديئة 37 زي ما حرقكم شايفين هدف جميل وبعد كده عمر جمال عمر جمال سجل الهدف الثاني زي ما حرقكم شايفين عمر جمال فايق معفركم في الفترة للأخير عمر جمال مهاجم كويس إصابات وتأثير شوية في حق نفسه تأخر شوية بس واحد من المهاجمين الجايدين جداً 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 في الدولة المصري بصراحة يعني تحرقات وتهديف وقوة ممتاز بس يستقر شوية يستقر عدد مباريات طيب مباراة شاهدت أيضاً طرد وليد فرج من فرقه في الديئة 57 بسبب الإنذارين مباراة أخرى هي مباراة المقاول العرب وطلع الجيش مباراة انتهت بفوز المقاول العرب 2-1 أحمد علاء سجل هدف الأول المقاولون في الديئة 4 من ضربة جزاء زي ما حرقكم شايفين والهدف التاني بقى حكاية الحكايات في رأيي أفضل أهداف الدوري حتى الآن جون أوكلي بص بقى جماية الهدف حلو لو ينفع نيبه تاني يا جماعة وينفع نيبه تاني عشان الترئيسة كده ايه ممكن محدش يحس بيها ترئيسة شبه ترئيسة نينيس بيركم مع أرسنال قدام نيو كاسل في المباراة وبقى كده ما تفتكروها ايش أو بعض الناس يفتكروها طيب بص 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 خدوا ازاي يا ربي يكون معنا إعادة كمان ليها بص الإعادات بص بص ركز معايا شوف جون أوكلي عمل ايه متخيل رقص بالكعب شوف الاعادة كمان في اعادة كمان ولا خلصت كده خلصت ده هدف طلاع الجيش سجله كريم طارق في دقيقة سبعة وستين ممكن نجيب جون جون أوكلي تاني نشوفه ننبسط بس الهدف الحلوى دي انه درق في الدوري بصراحة فخلينا نشوف الهدف الحلوى دي بص ده هدف لسه كريم طارق كان هدش على ما اتذكر كان في ألفين واربعة على ما اتذكر انا ممكن اكون التاريخ خاطئ بالنسبالي كان هدف ارسنال دينيس بيركم في مارمان يوكاسل نفس الجندة بس من الزاوية التانية جون أوكلي طرقيصة حلوة قوي مزيكة كمانجة حاجات الحلوة اللي في الكورة من الفراجة الكورة عشان الحاجات الحلوة دي بص حلوة الترقيصة صعبة جدا يا جماعة بص بص خدق بالكعب كده وعداه يا خبرة بيض كلفته زي ما بيقوله ما حسش بص تاني الزاوية دي احسن بص 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 عمل ايه بص عمل ايه هايل احلى هدف الدوري في رأيي بصراحة فيه مهارة مش طبعية بس قبل ما اسيب المباراة دي إشادة كبيرة بالكابتن شوق غريب كابتن شوق غريب عامل اداء اكثر من رائع مع المكونون العرب الموسم الماضي انقذهم بأعجوبة من الهبوط لدورة الدرجة الثانية الموسم ده اداء ونتائج رائعة حتى في الخسارة الخسارة متبقاش خسارة واضحة يعني ممكن بهدف ممكن اتنين واحد بصعوبة يعني بس عامل اداء خد بالك المكونون العرب من اقل اقل الفرق اللي عندها تدعيمات كثيرة وعندها لعبين كبار معظم اللعبين اللي بلعبوا في المكونون العرب لعبين الشباب ومميزين فانه يقدر يشتغل معاهم بالشكل ده ده شيء رائع جدا فتحية كبيرة بصراحة لكابتن شوق غريب واداءه مع المكونون العرب كنا لسه ايضا نشيد باداء كابتن اعاب جلال والجهاز الفني لفريق فاركو ادروا يفوقوا الفرقتين وبصراحة فاركو النسخة دي مع كابتن اعاب جلال غير نسخة خالص نونو الميدا المدير الفني السابق اللي كانت نسخة بهتة دفاعية سقيلة ده ما هتقيل بصراحة لها اسلوبه بصراحة عشان برضو ايه الراجل مامشيش فنقول ان هو كان اسلوب سيء بس لها اسلوبه بس مش الاسلوب الممتع نهاردة فاركو اقدم مباراة رائعة جدا مباراة الماضية ايضا مع كابتن اعاب جلال عامل مباراة فيها كورة حتى المباراة اللي ما كانتش فيها نتائق جباية بس الفرقة شكلها اتغير وفكر انك تغير فرقة او تغير شكل فرقة بطريقة الدفاعية بحتة ويعني تعتمد على غلق المساحات اكتر منها كورة ممتعة وفتح لعب تغير ده بسرعة فده اكيد لازم يكون مع مدرب كبير زي كابتن ايهاب جلال وجهازه المعاون ومن جهازه المعاون دائما وابدا الكابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام بفريق فاركو اكابتن حمد مشرف ومنور الله يخليك كريم اكبرك اقل من حقكوك العادة يعني وحشنا كابتن حمد احشني جدا يا كريم الله وكل سنة انت طيب كده يا رب ودعم خير علينا وعلى كل الناس يا رب الامور في فاركو حلو انا شاف انه الاداء افضل وبهنيك النهاردة على الاداء بصراحة الاداء كان رائع جدا مش بس فوز الاداء كمان طوال المباراة كان اداء جايد جدا والله الحمدلله يا كريم بحمد ربنا وبشكر ربنا كانت نتيجة مهمة جدا واداء مهمة جدا بالنسبة لنا انك انت اللاعبة يبقى عندها ثقة بس انها تعمل الكلام اللي احنا بنقوله بان 3 مطشاط او 4 مطشاط يعني اللاعبة بتحاول تنفذ اللي احنا عايزينه لكن ما كانش في توفيل كالنتاي لكن كانت الاداء شكله مميز جدا بالنسبة لنا اه تحويل طريقة اللعبة كريم برضو دي كانت مهمة جدا اللاعبة السادة اللي احنا بنقوله لان انت عارف برضو اللاعبة كانت بتعوض على طريقة ثابة معينة مع مصر الميدة طبعا والراجل وكل الاحترام والتأديل لكن انت بتحاول تعمل ذلك وطريقة اللاعبة بتاعتك انك انت بتغير منهم الحتة دي دي برضو اللاعبة بيعملوا مجهود كبير جدا عشان يتعوضوا على الكلام ده بط لكن انا بقول برضو انت عارف عشان ما فيش وقت بين كل مباراة ومباراة يعني بنحاول الايام البسيطة بين المباراة والمباراة بنحاول نعمل فيها الحاجة اللي نعود لها اللاعبة على شكل التمرين لان برضو التمرين متغير بالنسبة لللاعبة في درجة الحمل بتاعته انك انت بتغيره انك انت تروح تجيبه الكرة دي بتبقى محتاجة مجهود محتاجة توافع واندفاع انك انت تروح تجيبه الكرة فدي بتبقى حاجة مهمة لنا يا كريم فيا رب ان شاء الله يبقى توفيق ربنا معانا ونشتغل ان شاء الله على النسيجة دي بسم الله القائمة قائمة تفارقوا فيها نواقص كثيرة خاصة ان انتم مش قادرين تضموا لعبين جدد بتشتغلوا على ظروف يمكن هي ظروف الصعبة الوحيدة في الدوري الممتاز هل القائمة كافية ولا القائمة مش كافية والله يعني انت عارف ان احنا برضو اسلوبنا واسلوبنا في اي حتة بالروح يا كريم ان احنا بنتكلمش على ايه لو في حاجة مقصة بنحاول احنا ننزبطها وده اللي بيحصل معانا حتى واحنا يعني النهاردة بلعب بحراوي في مكان مش مكانه بنحاول نشوف مودي في المطش اللي فات برضو في مكان مش في مكانه بنحاول معظم الناس بنشغلها بكذا حاجة لكن في الاول وفي الاخر يا كريم ده ده شغل احنا بنحاول نعود اللعيبة عليه الثلاثين اللعيب اللي معانا انه في اي وقت هيبقى موجود هيشتغل اللي احنا عنديينه المفروض ان الكابتن الهاد بيقول له عليه ونشوف بس درجة التعاب الناس ايه وان شاء الله يا كريم انا بقول ان شاء الله ما يبقاش فيها مشاكل لغاية اخر الموسم نعدي الموسم ده بس على خير يا رب ان شاء الله لان انت شايف الدوري صعبة جدا كل الفرق شبه بعض وكل الفرق الرهيبة من بعض بتعرفش دلوقتي حتى الفرق يعني اسمنت يعني اصغر من ناس من الناس اللي في الدوري بتكسب وبتعمل نتائج جابية مش هتقدر تقول بقى انا الفرقة دي هكسبها والفرقة دي مش هكسبها ما مش هتقدر نقول الكلام دوت ان الدوري هيبقى صعبة جدا يا كريمي ان شاء الله يا رب نعدي بس المرحلة ديت ونشوف بعد كده هنعملين بيتعال جملة دائما شهيرة انه كابتن يا اب جلال يحب يشتغل مع فرق ما عندهاش ضغوضات جمهرية تميز فيها اكثر رأيك ايه اه كلام مش مظبوط واحنا اشتغلنا في كل الفرق عملنا بيها نتائج ونتائج كبيرة جدا سبنا فرقة كبيرة جدا في النادي المصري وعملنا فرقة وعملنا اداء من فترة كبيرة النادي المصري ما كانش بيعمله وسبنا الفرقة وخلاص وروحنا نشتغل في حتة تانية وقبل كده عملنا نفس الاداء مع النادي الاسماعيلي ونادي جماهيري وعملنا نفس الاداء برضو مع نادي الزمالك كان اداء كبير جدا لكن ما كانش فيه توفير في النتائج يعني انا بقول له كريم دايما احنا حتة الضغوطات ديت دايما الكابتن يا اب هو اكثر من اكثر مدربين في مصر بيحب يحط نفسه تحت ضخل لانه دايما بيبص على ان هو عايز يكسب على طول وان هو على طول مش هكلم بقى ان احنا في شكل اللعب ممكن تلاقي حد بيتدارب في حاجة معينة في حاجة دفاعية في حاجة لكن احنا من نوعية المدربين ان احنا دايما نحطين نفسنا تحت ضغوطات احنا اللي بنحط على نفسنا الشروطة كريم في حاجات معينة احنا اللي دايما يعني اخد بالك مش الضغوطات ان انت تتلعب مع قدام قدام جمهور او الضغوطات انك انت كمدرب تتحط لنفسك دايما فيه لمت وفيه شكل وفيه اهداف تتلعب عليها واهداف طبعا لكن الليمت بتاعك ان انت توصل الناس كثيرة ممكن متعرفش تعمل الكلام ده كريم لكن انا بقول ان كل واحد ده طريقة وكل مدربين ده كل الاحترام لكن هيظل ان احنا اللي بنحط دايما نفسنا تحت الضغوط واحنا اللي دايما بنشتغل في الحاجات ديه هاي مش هنبص على التجربة في البداية الموسم لانها كانت تجربة بالنسبة انها تجربة كبيرة جدا اداء غير عادي قدام بيرمزوا اداء غير عادي قدام زمالك مطشي كاس ومطشي دوري وبتبقى لكن بتحصل ظروفه وبتسيب الفرقة وبتمشي ولكن ما بتبقاش باتجاه الناكلتها فكورة او حاجة لكن دي مالهجة بقى بضغوط ومن غير طهود هي بتبقى لها بعض الاغراض الشخصية لبعض الناس هي اللي استقبت تعمل الكلام ده واتقبت صلح حضر ايه تتكلم على تجربة المصري اه طبعا لكن انا بقول الحمد لله احنا تجربين سرعة كبيرة وعدد من اللعبة مميز جدا في النادي المصري وان شاء الله احنا نقدر نعمل الكلام ده هنا مع نادي فاركو او اي نادي احنا بنمسكه وان شاء الله نطلبك التوفيق ربنا كريم اشكرا كابتن حمد واتنالك دايما كل التوفيق كابتن حمد إبراهيم المدرب العام بفريق فاركو من الشخصيات المحترمة جدا جدا يعني طيب طيب كنت قلت لكم من شوية نجول بيركام بتاع أرسنال في نيوكاسل 2004 و2002 2002 طيب أنا كنت محب بيركام قوي يا جماعة يعني حافظ يجويل بس السنة دخلت في بعضها بس جول بتاع بيركام طبعا عشان مع ناشر رايتس بيركام مع أرسنال في 2001 و2002 في نيوكاسل خشوا فراجوا عليه على اليوتيوب وشوفوا الجول بتاع أكل اللعب المكونون العرب هتلاقوا فيه تشابه إلى حد كبير طبعا طبعا مع الفرق يعني بيركام بيركام يعني برضه عشان ما أحدش يقولي لا يا عم ده مختلف تماما بس نفس اللف نفس اللف تعالوا نشوف جدول ترتيب الدولي الممتاز حتى هذه اللحظة فيه إيه بقى فيه إيه تعالوا نشوف الأهلي في صدارة جدول الترتيب بس أنا عاجبني شكل الجدول ده بصراحة كله لعب 12 مباراة كان دايما الجدول عندنا إيه فيه فيه الألعبة 3 فيه فيه الألعبة 6 فيه فيه الألعبة 12 فيه الجدول ده شكله حلو دي أول ملحوظة يعني شكله حلو أول ما طلع قدامك في ريحت الأهلي في صدارة جدول الترتيب بـ 30 نقطة فيوتشر فيه المركز الثاني بـ 26 نقطة الزمالك فيه المركز الثالث بـ 25 نقطة بيراميدز فيه المركز الرابع بـ 23 نقطة بالمناسبة عاجبني فيوتشر فيوتشر هو الفريق الوحيد مع النادي الأهلي اللي مخسرش ولا مباراة هذا الموسم وأنا بقول لكم فيوتشر إقلاقوا منه يعني فيوتشر تصوري الشخصي مكمل في المنافسة مش هيقع هيكمل في المنافسة الزمالك في المركز الثالث بـ 25 نقطة يعني أقصد أنه فيوتشر رقبوه مش تقلقوا يعني يعني أقصد رقبوه وشوفوه هيعمل إيه بس حدش يقولك تقلقوا منه والآله والزمالك يقلقوا حدش هيقلق يعني بس طبعا لازم يترقب عشان هينافس وده بالنسبة لنا كمشاهدين للكورة حاجة ممتعة جدا أن فيوتشر وبراميدز وباقي الفرق يمتعون في المنافسة الزمالك في المركز السادس بـ 25 نقطة براميدز في المركز الرابع بـ 23 نقطة المقرول العرب في المركز الخامس بـ 18 نقطة الاتحاد السكنداري في المركز السادس بـ 18 نقطة وبنفس الرصيد غزل المحلة في المركز السابع المصري في المركز السامن بـ 17 نقطة أسوان في المركز التاسع بـ 16 نقطة وتحياء كبيرة للكابتل Veganير النامضي طبعا في المركز العاشر سيراميكا كليوباترا بخمستاشر نقطة طلع الجيش في المركز الحداشر بتلاتاشر نقطة فارقه في المركز الاثناشر بتناشر نقطة البنك الاهلي في المركز التلاتاشر بحداشر نقطة سموحه في المركز الاربعتاشر بعشر نقاط وانبي في المركز الخمستاشر بعشر نقاط وبنفس الرصيد حرس الحدود في المركز الستاشر بعد فوزه اليوم على الاسماعيلي في المركز قبل الاخير الداخلية بتسع نقاط والإسماعيلي أخيراً بسبع نقاط ماشي لعله وعسى الأمور تتحس نروح لأخبارنا النهاردة ونبدأ بخبر من النادي الأهلي إدارة الكرة بيئة النادي الأهلي قررت تجديد سلاسي عقد سلاسي الفريق رامي ربيعة ياسر إبراهيم حسين الشحات التلاتة بتنتيع قدوم بنهاية الموسم الجاري اللجنة التقطيط في النادي الأهلي قرارة زيادة عقود اللاعبين التلاتة بنسبة عشرة في المية عن العقود الحالية اللي تنتهي بنهاية الموسم الجاري رامي ربيعة لحال الوقت ما فيش قرار نهائي من مرسي الكولر بشأنه يبقى أو لا بس هما هيجددوا العقد احتياطي يعني لو الراجل قرر أنه رامي ممكن يشوف فرصة ثانية فيبقى الراجل مكمل مع الفريق لو أنا ما كان النادي الأهلي رامي ربيعة بصراح دائماً الأهلي بيحتاج له دائماً كلما نتصور أن رامي ربيعة بيعت جداً تلاقي مثلاً إصابات في المدافعين ييجي رامي ربيعة ويأدي يحصل إصابات في مركز زيادة الأيمن تلاقي رامي ربيعة نزل وأدى في وسط الملعب تلاقي رامي ربيعة نزل وبيأدي ده لو رامي ربيعة عجبه الدور ده في النادي الأهلي أنه يبقى دائماً مأمن خطوط النادي الأهلي كلها بس ممكن يكون هو كلاعب عايز يلعب بشكل أساسي واستمر وأمور أخرى تتصوري أنا لو ما كان النادي الأهلي هأبكي على رامي ربيعة الدور ده أنا بحتاجه من بعض اللعبين أنه يأمنني فأكتر من مركز اللي حصل إصابات لكن هو بقى يرضى بقى ولا لأ الله أعلم الله أعلم النادي الأهلي أيضاً في الوقت الحالي بيجاهز لائحة جديدة خاصة ببطولة كأس العالم للأندية في اجتماعات في الوقت الحالي بين مارسل كولر المدير الفني للفريق وكابتن سيد عبد الحفيز مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عايزين يعملوا تعديلات في لائحة بطولة كأس العالم للأندية عشان يحفزوا اللعبين عشان ياخدوا ميداليا أفضل من ميدالية النسخة الماضية واللي قبلها ميداليا البرونزية وما عايزينه ياخدوا يا ذهبية يا فضية يعني يوصلوا للمباراة النهائية فيحاولوا يحطوا في اللائحة حاجات محفزة للعبين إن هم يوصلوا لهذه المرحلة مرحلة المباراة النهائية في كأس العالم للأهلي هيبدأ في أول مبارياته يوم 1 فبراير إن شاء الله نادي الأهلي أيضا حتى يزيل اللحظة من ناحية بيحاول يزبط المكافئات واللاقاحة بتاعة كأس العالم الأندية بس ما قررش إنه يفرج عن مستحقات اللاعبين اللي كان تم تجميدها بعد مباراة سيراميكا كوليوباتر هناك هناك رفض لفكرة الإفراج عن المستحقات وهيتم تأجيل الإفراج عنها حتى آخر مباراة للفريق قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية ولأهلي في نفس الإطار رصد مكافئات كبيرة للعبين في حالة الفوز بكل المباريات المتوقية قبل المونديال ومنها مباراة الزمالك ده الوضع في النهايدي الأهلي اللي احنا لسه مكملين معاه مارس الكولر قاعد قاعدة مع محمد مجدي أفش في الساعات اللي فاتت وقال له ان انت مستوىك هايل جدا وانا راضي جدا على مستوىك الفترة اللي فاتت أشاد جدا من المستوى خصوصا في مواجهتي ببيراميز وإنبي وقال له نصا مستوىك عاجمني ومبسوط انك استرديت جزء كبير من مستوىك كمل على كده واتفضل تاخد الفرصة في المباريات اللي جاية تعرفين البداية مع مارس الكولر ما كانش بيشارك كتير محمد مجدي أفش ولكن المباريات الأخيرة مارس الكولر بقى يعتمد على محمد مجدي أفش في مركز الرقم 10 وده برونوس هافيو في مركز الجنة انطونيو سيلفا كاموس ده رئيس نادي رايو آيفي البرتغالي نهاردة تحدث عن موضوع عزيز يعقوبه وانه حيرجع تاني نادي ريو آيفي بعد فشل انتقاله الى النادي الاهلي هو انتقد النادي الاهلي وقال انه عودة اللاعب او عدم التعاقد مع اللاعب بحجة اصابته ده شيء غير منطقي وغير صحيح وان اللاعب شارك في عدد مباريات كثيرة في اخر عامين ونصف وان اللاعب ما غابش حتى عن تمرينة عن الفريق خلال العامين ونصف وان اللاعب سليم قال كمان انه الاهلي طلب استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم دون مقابل دون مقابل تعرفين الاهلي كان بعد ما هيشتري اللاعب نهائيا قال طب خلص نجربه ست شهور وبعد كده نشوف ينفع نشتريه او لا يعني نفع على البند الشراء ولا لا بس الاهلي طلب ريو افي بحسب تصريحات رئيس النادي رئيس نادي ريو افي انه الاستعارة استعارة اللاعب تكون فري ببلاش دون مقابل وده رفضوا النادي البرتغالي وقال ان الوضع بالنسبة لللاعب اللاعب جيد وسليم بنسبة مئة في المئة وان كلام النادي الاهلي كان مجرد حجة عشان اللاعب لعب 88 مباراة رسمية واحرص 38 هدفا خلال اخر عامين ونصف قال ان اللاعب ده هو احد افضل الهدفين في الدوري البرتغالي ولم يفوت اي مباراة او تدريب وقال انه في كل الاحوال اللاعب هيقود لنا ويستمر مع الفريق وهنستفيد منه ده تصريحات رجل قابي مباراة كان معاة محمد جمال وتحدثنا تفصيلا عن إصابة اللاعب يعقوبه يعقوبه والرجل محمد جمال مباراة شرحها بشكل ممتاز الرجل دكتور كمان يعني هو بيحل معنا كورة هو اصلا دكتور فشرحها بشكل طبي هايل جدا اللاعب سليم سليم يعني القطع في الرباط الصليوي اللي جاله قبل كده هو تعالج منه وشوفه تماما ولاعب عادي بشكل طبيعي بس لما تعمل إشعاعات لقوا إن مكان القطع أصبح مكان يسهل إصابته أو تكرار إصابته مرة أخرى فالنادي الأهلي تفاهم ده وقال مش هاخد المخاطر مش هاخد الرزق ده تاني خلاص لكن اللاعب كان يقدر يلعب يقدر يلعب سيد الشهور يلعب سنة ممكن ما يقولوش أصلا إصابة بالرباط الصليوي مرة أخرى بس الأهلي مش هيدر يدفع المبلغ الكبير ده على على لاعب ممكن يحصل فيه مشكلة طيب نكمل أخبارنا مع حضراتكم من ناحية تانية الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة وافق على طلب النادي الأهلي بمنح بطولة كأس السوبر لموسم 2021 2022 إلى نادي الاتحاد السكندري مجلس دارة الاتحاد السلة طلق خطابا من النادي الأهلي يفيد تنازله عن أي حقوق في هذه البطولة ويبدأ رغبته في تتويج نادي الاتحاد السكندري بطولة كأس السوبر النادي الأهلي أشار في بيانه أن قراره يأتي تقديرا لجماهير نادي الاتحاد السكندري التي تعرضت للإصابة على خلفية سقوط حاملة كاميرات البس أثناء الربع الثالث من اللقاء الذي أقيم يوم 14 ديسمبر الماضي مجلس دارة الاتحاد السلة أشاد بالنادي الأهلي وموقفه ومن جانبيه وشيد كثيرا 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 بإدارة النادي الأهلي بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الموقف العظيم ده وهجماعة اللي نفهمه إن هي دي الرياضة كده كده الأهلي كان خسران بفارق كبير بس ممكن كان النادي الأهلي يقول لك إيه لا تمنعيد المباراة من أولها فتحاد يخش في مشكلة يقول لك لا تمنعيدها من وقت ما توقفت ويحصل أزمة وكصة وحكاية نادي الأهلي النادي المحترم النادي المحترم بادرة بخطاب الاتحاد السلة وقال له إحنا خلص خسرنا المباراة ارتضينا بخسارة المباراة أو الأهم ارتضينا إن نادي الاتحاد يتوج بهذه البطولة علشان خاطر جماهيره اللي تعرضت لإصابات في هذه المباراة والله موقف في غاية الاحترام وموقف ما ينفعش يمر مرور الكرام ده موقف كلنا نتعلم منه موقف يستحق كل التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي النشاط الرياضي فيه النادي الأهلي شرفني وينورني واحد من الأسماء الكبيرة فيه النادي الأهلي الكابتن الكبير كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي يا فندم مساء الخير مشرفني ومنورني مساء الخير يا أبتد كريم الجميل العزيز الفاضل أخ كل حاجة يا حبيبي ده شرف كبير لي وتحية كبيرة تحية كبيرة من القلب لموقف النادي الأهلي اليوم تجاه نادي الاتحاد السكندر الله يا كريم بص مش هقوله فكثر من حاجة احنا مؤمنين في النادي الأهلي ان الرياضة أساسها الروح الرياضية أساسها أساسها الإنسانية أساسها التنافس الشريف المبدأ عندنا حياة أي واحد جمهور أي نجل هو أهم كتير من مكتب مباراة عظيم هو أهم كتير من أي مكاسب تجيلنا من أي بطلاق هو الأهم ان الناس اللي جاية تشجع تشجع وتتقسط ونخذ من المشاطي ده نافي الشريف بين السرق وفي الآخر ناس يترجع على اليوصها اللي حق العكس كده كلنا كنا زعلانين النازل قال لي كله كان زعلان حزين وخرجنا من يونيها وتقريبا الحمد لله أعتقد أننا مستمشن بحرص تنبري والحاجة محمد مصرح يعني الله يكلمه ويعرف الكلام ذا يا رئيس سيد السحاد ودلنا معاها لغاية آخر دقصة ونتمنى خروج إسلام بألف سلامة يا رب يا رب يخرج بألف سلامة لأنه يعني هو المرسلش في خلالة وقتنا هذا نتمنى خروجه بالسلامة وعادته إلىها أهم في النسباننا كانت تنافس الشريف وديه الرسالة اللي احنا بيقولها للناس ونازل قال لي بيقولها بيقول إن الرياضة مش أهم حاجة مكتب البطلات ولا إحراز اللي تقول الأهم هو المبدأ الأساسي التنافس الشريف في إطار رياضة الشريفة رديدة ده ده الأساسي يحترمنا عليه كابتر خالد من الحاجات يعني اللي حالك بتقوله ده أنا من كتر من أنا فخور ومبسوط وسعيد بموقف النادي الأهلي بس برضو ده موقف أقرب للمثالية أنا عايز أسألك بس تجاوبني بصراحة هل كان فيه مناقشات حد مثلا قال في مجلس إدارة في النشاط الرياضي والله تم نطلب أعادت المباراة والله تم نستكمل المباراة والله يا جماعة دي صلوف كالتقهرية مش بمزاج نحن ما احنا كمان متضررين هل كان فيه أي رأي من الأراء ده تتقالت قبل ما يتخذ الرأي النهائي بالموافقة على فوز النادي الاتحاد بالبطولة وهداء وهذه البطولة وهداء وهذه المباراة لا يكفى عليك صرا الخرار ده اتخذ جوا أرض الملعب بعد المشكلة ما حصلreich بس لأن النادي الأهلي لم يعلن عليه النادي الأهلي كان أهم ساعتها كانت تلام الجامير النادي الاتحاد سكندرية النادي الأهلي لو كان الاتحاد يوميها طلب لده نحن نكمل المباراة وشن نكمل قرار ده تاخد جوه ارض الملعب. دي مفاجأة عظيمة. مع نائب رئيس النادي. مع مع امين كانوا عاملين يعني اجتماع تريع كده. لكن انا كنت عارف القرار لكن القرار ده كان مش بحايل انا اقول لك. النهار ده بقول لك. القرار ده كان متاخد من جوه ارض الملعب. مم. يعني ساعة بحظة المشكلة والقرار اتاخد. لو طلب انزل للحكاة والهم شكرا احنا احنا مش نقبل الماش. مم. احنا سلامت الجمهور اهم حاجة عن ده. وفعل كنا هنعمل. مم. بلك في يعني الحمد لله احنا وقدين القرار ده من بدري. لكن في الاخر ده ده الاهي في اوقات محاينة بيعلن فيها طبعا بعد مشكلة الجمهور او المشكلة لما الناس باحث المستشفى وخيرها دي كلها. كان ده الاهي لازم يكون امور يعني يرتقي للحدث ويستنى الامور كلها اللي هيحطلب الضبط وفي الاخر من ده الاهي يطلع قراره. وطلع قرار رسمي من رئيس النادي الى رئيس التحادس الخرص السلام. يا كابتن خالد موقف مش غريب عليك مش غريب على النادي الاهلي مجلس ادارة بكيادة الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. انا بحييكوا تحية كبيرة من القلب هي دي الرياضة وده الموقف المشرف هو ده النادي الاهلي وعدات النادي الاهلي انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن الكبير كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضة بيه النادي الاهلي. بو يا جماعة المواقف اللي زي اي دي ما ينفحش ابدا. نعديها بمجرد خبر والسلام. ما احنا سهل قوي واللطيف قوي عندنا كلنا نمسك في اخناقة نمسك في مشكلة نمسك في ازمة. لكن الاصل اصل الرياضة الروح الرياضية احنا منلعب رياضة ليه اصلا عشان الجماهير. فالمواقف اللي عمله النادي الاهلي بصراحة شديدة بصراحة شديدة. يستحق كل الاحترام والتحية ويستحق ان نصلت عليه كثيرا الضوء. وزي ما قلت كده مع كابتن خالد دي عادات النادي الاهلي مش غريب على النادي الاهلي مواقف عظيمة كبيرة تاريخية زي دي. كل التحية. نروح لأخبار نادي الزمالك. ادارة نادي الزمالك ايضا كما فعل النادي الاهلي رفضت فكرة الافراج عن مستحقات اللاعبين في الوقت الحالي ورهنت الافراج عن مستحقات اللاعبين باستعادة كمة الدوري كمة جدول الدوري مرة اخرى. وعدت الادارة لعبي نادي الزمالك برفع الخصم العشرين في المية كمان على المستحقات لو الزمالك قدر يعني يوصل لكمة الدوري الممتاز مرة اخرى. تارفين الفرق بين الزمالك والاهلي حتى هذه اللحظة فرق خمس نقاط. خمس نقاط. طيب. خبر يدايق. قدرسة بتكلم معكم من شوية على حال النادي الاسماعيلي. الواحد ما بيفهمش الاندية الجماهلية. وكلمت عن موضوع ده مبارح. تحديدا نادي غز المحل. تحدست عنه. غز المحل الموسم ده بادئ بشكل رائع جدا. جدا. فوق كل التوقعات. وينسى بالفضل الاول في هذا الامر لمدرب الفريق بابا فاسيليو. مع مجموعة جيدة من اللاعبين. مع جماهير عظيمة هي جماهير المحل. بابا فاسيليو النهاردة رحل رسميا عن تدريب غزل المحل. ادارة النادي. ادارة شركة الكرة بنادي غزل المحل. قررت تعيين الكابتن عبدالباقي جمال مديرا فنيا وله كامل الصلاحيات لاختيار الجهاز المعاون له. كما قررت الشركة شركة غزل المحل. تعيين الكابتن واقل شكر في منصب مدير الكرة بغزل المحل. نادي غزل المحل في بيانه قال في اطار من المحبة والود والتعاون انهى مجلس ادارة شركة الكرة بنادي غزل المحل برئاسة اسامة خليل. العلاقة التعاقدية مع بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الاول. طيب. ليه? ليه؟ حد هيقول ليه؟ ديك كواليس يعني. الله يعني الراجل فلوسه بالدولار وفيه ازمة مالية في النادي واحنا هندفع ازاي فلوسه. ماهو برضو يعني ماهو لو هتجيب مدرب تاني هتدفع. هتدفع فلوس وهتدفع حاجات. مدرب ماشي كويس عشان خاطر الجماهير دي. جماهير غزل المحلة اللي بتساند وبتشجع وفرحت. فرحت. مبسط ان فيه مدرب عامل نتائج جيد. عمدا جابت العمد الباية يا جمال من المدربين المحترمين. اتمنى ان الحال يفضل كما هو عليه حال جيد بالنسبة لغزة المحلة في المستقبل القريف في المباريات القادمة ان شاء الله. واحد من حريفة الكرة المصرية واحد من احرف اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية الكابتن محمود عبد الحكيم نجم النادي المصري البورسعيدي اللي اصبق هيكون دفي بعد هذا الفاصل. هليكم بخير. يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى زي ما ترخم كده قبل الفاصل. وهو واحد من احرف اللاعبين يمكن اللي بهم في تاريخ الكرة المصرية لما تبقى الكرة معاها تستمتع للغاية. وبصراحة اللي زيه تقريبا يعني تقريبا ما بقوش موجودين. تقريبا ما بقوش موجودين. مش عايز ابلغ واقول انه اكيد ما بقوش موجودين. بس تقريبا لعبة الحريفة دي في الكرة المصرية بقوش موجودين. كابتن الكبير كابتن محمود عبد الحكيم نجم النادي المصري البورسعيدي الاصبق كابتن محمود مشرف ومنور كلا. ربنا خليك اكيد وانا سعيد ان انا معاك ومرسي جدا على التقديم الحلوة دي. اهل من حاجة. ربنا خليك. اخبرك ايه. زي الفول الحمد لله. الحمد لله. تجربة خاطفة سريعة مع النادي المصري. بس خلينا متفقين ان هي حاجة كويسة. يعني ان انا الناس تفكر فيها وان انا نجي النادي المصري. النادي المصري بيتي يعني. اه دي حاجة كويسة. ايا ان كانت بقى الفترة كبيرة صغيرة هي حاجة تحسبت لي وحاجة كويسة. عظيمة. خصوصا في وجود مستر كامل كمان يعني دي حاجة بالنسبة. اه. طبعا اكيد يعني. ومع الجمهور كمان يعني. انا اه. بتمنى الخير طبعا للنادي. ايا كان انا موجود بقى مش موجود. المهم ان النادي يبقى كويس يعني. وفي حالة كويس. ما كملتش براغبتك ولا براغبة الادارة ولا عشان الجهاز فني. بص اه. خلينا متفقين ان هي اه. يعني كل مدير فني بيبقى معها جهاز. وانا احترمت الموضوع ده جدا. زي ما قلت لك. المهم معلقة بجمهور بورس عيد وبمستر كامل تبقى كويسة. فخلص. بس ادارة النادي مكنتش عندها مانا. لا لا بالعكس. بالعكس. ده كلهم حبيبي جدا. لحد راته بتوصل معهم على طول. اه. اه. المصري الان شايف حالته جيدة. بداية الموسم مع الكابتن اياب جلال رغم من الاداء. في كثير من الامورات كان جيد. ولكن النتائج ما كانتش جيدة. بدأت تتحسن النتائج روايدا روايدا مع الكابتن. بص اكيم. وخلينا متفقين ان ان اكتر حد بيعرف يعمل الانتائج كويسة مع النادي المصري الكابتن حسام حسن. بصراحة يعني. خلينا متفقين يعني. في كل الحالات بقى هو معه فرقة كويسة. هو معه كوالية العيبة مش كويسة. هو في كل الحالات بيقدر يمشي بالنادي المصري كويس. بصراحة يعني. اه. انا شاف النادي المصري فترة اللي جاهب احسن. لان هو يعني النادي المصري يخلي بالك اه. اه. عنده صفقات مهمة جدا. وعنده لعيبة كبيرة جدا وتقدر تعمله الفارق هو فارق مع الناد المصري كان فيه إصابات كتير جدا فمنت ما كنتش بتقدر تلاعب كل المجموعة دي مع بعض يعني مثلا مران قاعد فترة مصاب دغموم فترة مصاب وكل اللعبة دي مهمة جدا حسين السيد وما لعبوش مع بعض كتير خلي بالك ما لحقوش يعني ما فيش انسجام ما لحقوش الناس تلاعب مع بعض كتير لما الدنيا ابتدت ترجع وتزبط هتلاقي النتائج الفترة اللي جاية كمان مع التدعمات ان شاء الله اللي هتيجي في وجود مستر كامل أبو علي ما تخافش عن نادي المصري طالما مستر كامل أبو علي موجود هتلاقش عن نادي المصري كان مفاجأة بالنسبة لي شخصيا معاش كانت مفاجأة بالنسبة لك وجود الكابتن حسام حسن على رأس الكيادة الفنية للنادي المصري وكان من أول الموسم كان الكابتن حسام موجود ومشي لما الكابتن أو الأستاذ كامل أبو علي تولى مهمة النادي المصري وتقال إن العلاقة بينهم مش عظيمة فكان وجوده مرة أخرى في النادي كان مفاجأة بالصدد إنه العلاقة مع الشيء عظيمة بص أنا زي ما قلت لك هو في وجود الكابتن حسام حسام بتبقى نتائج كويسة وفي الآخر الناس عايزة إن النادي يمشي كويسة فخلينا هما الناس فحتى لو في أي خلال لا لا خلاص المهم مصلحة النادي لإنه خلابالك مصر كامل بحب النادي جدا جدا يعني بحب النادي وبيبقى مبسوط جدا لما النادي المصري بيكسب أطلب منه أي حاجة يعملهاك أي حاجة تتخيل فهو الراجل بحب النادي جدا وعايز النادي يبقى كويسة طيب وإنت من بره بقى دلوقتي شايف المصري محتاج إيه في يناير؟ محتاج ملكيز إيه تدعمات يعني محتاج باكرويد محتاج ديفندر محتاج سرد باكين عدد وممكن فرود يعني خمس لعيب أو ربع لعيب ممكن يعني مع إن أنا شايف برضو إن الحتة اللي قدام عند نادي المصري دي مميزة جدا أنا في لعيب أعجبني أوه في المصري إلياس آه براف عليك إلياس جلاسي واحد من اللعيبة اللي بسميهم أندر ريز مختلف آه لأ أندر ريز في الدورة المصري محبتش مش كتير حاسين به يعني لا لا يعني طبعا جميع النادي المصري كلها متعشاء وأنا عارف أنا متكلم على المحاللين والمتابعين مش كتير ياخد بالهم إلياس جلاسي إلياس جلاسي واحد من أهم المحتلفين اللي موجودين في الدورة المصري طبعا طبعا أحسن صنع العرف في مصر صح هو عنده ميزة هو بصير مش طبيعي ومختلف يعني لو شفت الجول التاني بتاع المطش اللي فات صح الباص اللي عامره مش لعيب طبيعي يعني لازم يكون لعيب مختلف صح ودائما أنا أنا بقول كده اللعيب المختلف ده حتى لو مش فايق سيبه لأنه هيجي في وقت خلي بالك وغفو المطش ما كانش فيه صح بس عمل عمل الباص بقول فخلاص هو هكسبك صح وكان وده يعني يعني كان ممكن ياخد رجل مباراة بس مؤثر في وقت في آخر كان فضل ست دقايق أو سبع دقايق صح فهو اللعيب المختلف كده خلاص المباراة أنا مع أني أني دايما اللعب اللي زي إلياس دي سيبها حتى لو مش موف فالعب على واحدة حد قال لي بقى وإنت اشتغلت مع المصري في الجهاز الفانو اشتغلت أكيد مع إلياس حد قال لي معلومة كنت مسأله على إلياس يعني حد من الناس اللي اشتغلوا في المصري بصراحة قطرود العب دا عظيم يعني طبعا المصري نادي كبير ورائع بس هو كمان ممكن يلعب بره يلعب في ورائع يعني ببتيل يعني قال لي هو عنده حتة بدنية التسعين ديها بالنسبة له لا 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 مش موجود لا لا هو يحسسك بكده لأنه هو عنده ريتم بطيء سنة لكن هو بدنيا لا لا كويس بدليل ان خلي بالك قبل ما نجيب الجول هو عامل سبرينت بالكورة سبق الناس كلها هو عنده ريتم هو مش بطيء هو ريتمه في زي ريكلمي عبدالله سعيد ريكلمي لا أنا بسأكل عمك ريكلمي كان كده طبعا كان عنده سنة تحس هو مش بطيء بس هو ريتمه كده وساعات بينفع خلي بالك ساعات الريتم ده بينفع ساعات انت بتحتاجه ويمس بكورة ساعات فأوقات بس هو المهم ان هو بسه سليم وتوقتاته كويسة فدي خلاص مش هيفرق بقى مين تاني وانت في المصري حسيت انه هيفرق كتير اوه مع الفرق الموسم لا في كزا حد مروان انا بشوف مروان حمدي من اهم فروضة في مصر ولو ما كانتش احسنهم في الوقت الحالي تفق معاك عنده كل حاجة حلوة في الكرة زائد بقى كريم برا الكرة بقى مؤدب شخصية جميلة جدا بسمع الكلام بسمع له الصوت فانا انا دايما بقول الولد ده هينجح لانه هو مركز في الكرة بس بشوف حسين السيد العيب مهم جدا لما يرجع من الاصابة يبقى مهم جدا للنظر مصري ده غموم العيب كبير اوي 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 كريم يمكن الناس ما بتتكلمش عليه كتير انا بقى بشوف ان الولد ده من نجاح المطشط اللي اكسبه على مصري هو سبب سبب كبير لانه هو كمان بيدافع ويهاجم زي بعض ودي عند العيبة المهارية قليلة جدا ما تلاقاهاش في كل اللعبة المهارية وعنده قلب ما بيحبش تغربه وتدخلاته حتى فيها قوة المصري من الفرق القليلة في الدول اللي عندها محترفين طوال انا فكري يعني فيه فيه فرق في الدوري كبيرة كمان انا عايز اقول لك كل فرق الدوري الاجانب اللي فيها كويسة معادة الاهل والزمالك صح والله العظيم يعني ممكن نقول مثلا لا سبك معلول معلول ديانج معلول ديانج بس انا عندي مشكلة مع ديانج شوية مش معنده السبات في المستوى يعني يعني معندهش استمرارية كتير يعني فاهم لكن هو لعيب مهم ولعيب كبير انا بحبه طبعا يعني وساعات بيعمل حاجات يعني محدش بعمل يعني هو عنده زيادة بالكورة كده بس هو بخيل فيها شوية اتكلم معانا ومارس الكورة وقال انه بيحاول يطورها في الفترة يعني هو بيقدر يعملها بس هو اللي بخيل فيها لكن هو لعيب كبير طبعا بس انا عندي مشكلة معانا هو ما عندهش استمرارية يعني ممكن مطشين والتلات اربع مطشات تلاقي بيعمل حاجات غريبة بس كتير رأي كيف يبرونش عبيو لا مش شايفه صفقة كبيرة يعني مش مش ده النادي الاهلي او مش ده برازيل اللي احنا كنا مستنيين يعني اللي يجي النادي الاهلي خصوصا ان كان فيه فترات قبل كده كان لعيبة بتيجي مش مميزة فقلنا لا خلاص اللي هيجي اكيد الناس حصل بالموضوع في اللي هيجي هيبقى مميز انا مش شايفه يعني مش شايفه يعني زي زي الناس يعني هو ما بيعملش حتى اللي عب قادر بيعمله عب قادر مميز عنه في واحد على واحد صح المصري هرجع تاني للمصري التوقعات كانت للمصري في بداية الموسم المصري داخل بفرقة ينفس بيها عالدورش طبعا المصري قادر انه يكمل الموسم ده بص هو ممكن يوصل لمرحلة جيدة مش انا فيها من خلاص المنافسة خلينا نتفق المربع هو ممكن هو عمال يقرب خلينا المصري بيقرب في مطشيات المصري فرط فيها الدور الاولاني مش هيفرط فيها الدور التاني مطشيات انا بشوفها ان المصري اكوى وخسر فيها ابناء فهو عنده الاهل المطشيات الجامعة صعب لان الاهل ابتدت حالته تبقى احسن بس دايما المصري بيعرفي لعب مطشيات كبيرة يعني عاد كل مطشيات المصري الكبيرة هتلاقي المصري فيها كويس وبيعمل نتهاية كويسة المصري والمباراتي خلاصني مين لا ما اقدرش اقول إليتك يعني ما اقدرش اقول لك لا ما اقدرش اقول ابقى اصلا مطشي فيه ظروف كتيرة يعني ممكن حالة طرد تحصل لأي فراملتين فهترجح كفة لا لو ظروف طبيعية بكلمك على حالة المصري الفنية وحالة النادي الاهل الفنية اصل المصري الفترة فتت بيقدر بشكل كويس والاهل نفس القص فانا ما اقدرش اقول لك وبعدين الدولة المصري ما بقاش في الفوارق الكبيرة يا كريم زي الاول ان انت تقدر تتوقع يعني من فترك وتقدر تتوقع يعني تقول لي مثلا اهل واي فرامل اقول لك لا ممكن الاهل يكسر في الدرقة ما فيش فوارق كبيرة فما تقدرش تتوقع على نتيجة تمتش هو مين كان يقول ان الاصونة يكسب الزمان صعب طبعا حشان ما خلاص بس ما بقاش في فوارق زي زمانة صعب طييم فيه العيب انا اتكلمت عنه في البرنامج يا انا من فترة قريبة وبصراحة مش عايز اقول خزاني بس ما كنتش متوقع منه المستوى ده في المصري واحد من حراس الكبار في الدولة المصري محمود جاد ومحمود جاد من الاسماء اللي كان عليها كلام كتير قبل بداية الموسم مصري وزمالك واهلي واحتراف ويجن فتصارت انه هيبقى مع المصري عامل مستوى رائع يمكن من اقل مباريات محمود جاد يمكن في الفترة اللي لاعب فيها هاي المباريات الاولى مع النادي مستفتكن ليه علشان هو الولد ما تحطش تحت ضغط جمهوري قبل كده يعني ما لقم العيش في نادي جماهيري امبي انت عارف الموضوع لكن خليهم متفقيني ان هو الولد كوالد العيب كويس طبعا مش كاي بقولك هو خزيني عشان توقعات كبيرة على محمود جاد وهو مميز ومع الوقت لما يتعود هيرجع للمستوى الطبيعي لكن خليهم متفقيني ان هو حرس مرمى كويس انا بشوفه مستقبل انت بتقول لي الضغط خضه اه اتخض شوية من الضغط الجميل الضغط الجديد خلي بقى الجمهور النادي المصري برضو مش قليلا كريم جمهور النادي المصري كبير وبعدين بيحبوا النادي قوي انا شايفا ان هو خايف شوية بس مع التعود هتلاقي الدنيا هتمشي وبعدين جمهور النادي المصري هو يرفعك لسبع سماء يعني لو انت مدتنيش بروح وقلب انت خلاص انت مش موجود في حيث هو هام حاجة عندهم الروح والقلب طبعا حتى لو انت مش مميز في الكرة اول لو حاسك بتلعب بقلب بروح صح يعني انا كمان عايز اقوله على حد يعني عشان اديله حق ايزي ايميكا اه اللعيب رائع ايزي ايميكا لعيب كبير اي وخلي بالك يعني انا بشوف نجاح النادي المصري لما بيبقى ايزي كويس النادي المصري بينجح كويس بس لسه مظهرش هيلعب لما كابتح حسامي ابتدى يديله بتاع الولد هيمشي كويس عسل عموته كان صحيح الاستغناء عنه بص اصلا عندي مشكلة مع عموت انا بحبه يعني انا بشوفه كويس بالنسبة الافاركة اللي في مصر انا بشوفه كويس ومميز وبعدين عنده حاجات كتيرة يعني هو بيلعب بدماغه كويس بتحرك كويس بيشوت كويس اه قوي جدا بيقدر استحوز انا بشوف ان هو كان يستمر كان يستمر افضل مع النادي المصري الدولي الموسم ده شايف مين فريق لافت نظرك قوي يعني بتشاور كيه وتقول الفريد عامل حكاية حلوة في الدولي فيوتشر 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 فرقة كويسة منظمة جدا بصراحة يعني الكابتن علي مهر عامل فرقة محترمة ومنظم جدا وشغله باقي نعم فيوتشر للوقت في المركز التاني في الدول ومسابق الزمان للكمان تفتكر فيوتشر ممكن يكمل في المنافسة؟ عنده لعيبة كويسة تقدر وعندها خبرات ولعيبة منتخب زي بيرامدز دايما يعني بيرامدز السنين بس هي مشكلة انا دايما بشوف ان بيرامدز اصلا افضل فرقة في الدول كسكواد وكلعيبة اهلو الزمالك معنهمش لعيبة زي بيرامدز بس انا في حاجة غلط في النادي لان استحراب عندك اللعيبة كمية لعبة وخبرات ولعيبة كبيرة جدا ومواهب وعنده على فكرة برضو من الفلق اللي عندها محترفين كويسين دا عنده كمية لعيبة جامدة دا ابراهيم عادل وليد كارتي ابراهيم عادل مميز رمضان صبح يا عبدالله سعيد بس اعايز اقولك حاجة في ابراهيم انا بحس ان ابراهيم ما بلعبش برحته يعني ايه بقى؟ يعني كمية النجوم اللي حواليه مأسر على اداءه صدقنا انا بقى يعني ابراهيم دا لو في فرقة ما فيهاش كمية النجوم دا هتلاقيه قد كده مئة مر تمو دا يخلينا سألك سؤال تاني قولي ابراهيم عادل ما لعبش اهلي وزبالك؟ لا يلعب طبع ما قده هيبقى عندهم نجوم كتير طرع لا يلعب في مكانه في كمية ناس مكانه فدعم الضغط على الولد اه ابراهيم عادل في المركز تقصد اه ناصر المركز حواليه هو بحس انه هو سعد بيجامل الناس يعني فيه كرة هو يقدر يعد بيباصي عارف يعني خايف من النجوم اللي حواليه مفهوم دي نقطة ملحوظة مهمة انا يعني انا بلاحظها دايما فيه فيه يوتشا مين المدرب اللي عاجبك في الدورة السنة دي لا فيتنظرك برضو يعني بعيد عن النادي المصري وحسام حسن ايمن الرمادي اه كنت ايمن الرمادي اسواق يعني عامل حاجة كويسة جدا صراحة وبعدين انا دايما بشوف يا كريم الدورة المصري اي مدرب منظم في الدورة المصري بينجا على مدار التاريخ خلي بالن صح المنظم في الدورة المصري بينجا حتى لو انت ما معاكش احسن حاجة كلاعيبة يعني بس لو انت منظم بتنجح الراجل ده منظم جدا تشوف ريت اسوان كلهم تحت الكورة ضغطي جماعي الكور السابتة حتى الكور السابتة منظمين فيها جدا فيه تركات بتتعمل في الكور السابتة انا بشوفهم مين اكتر لعب حريف عاجبك في الدورة السنة دي لو اعتبر ان في حريفة بصة فيه اكتر من حد عجبني بحب بوبو لعب كبير حمال ريدة بوبو فيوتشر لعب كبير وشايفه جاية من الناس اللي هيبقى عليه مين حديث تاني في الدورة عاجبك انا مش عايز انسى حد بس فيه كذا حد كويس والله فيه كذا حد مميز انا بحب احمد عبدالدر وشايفه ان هو ممكن يبقى احسن من كده بكتير احب امام عشور جدا ليه احمد عبدالدر مش احسن من كده بكتير ما عرفش يعني انا كنت شايفه في بداياته وفي طلعاته ان هو لأ كنت انا مستني منه اكتر من كده بكتير فمش عارف ليه وقف في مكانه يعني انا مش لقيلها سبب مش عندي يعني لان انا معرفوش شخصية بحب امام عشور قوي لعب كبير لعب كبير وكوالة العيب مختلف يعني امام ده يقدر يلعب في اوروبا عادي جدا جدا يعني بحب زيزو جدا يعني انا بشوف زيزو ده برضو ما شاء الله يعني لعب مش طبيعي يعني بحب ماروان ماروان حمدي برضو من الناس المميزة جدا والله يعني مبارا حطوا الجوال العالمي بتاع فاراو ده كبيرة يعني ما شوفناش الجوال ديت من زمان هايل في لعيب أفريكي في المقاولين اللي جاب الجوال التاني النهاردة خلي بàلك سبك من الجوال بتاع النهاردة هو بقى له فترة مش كويس شفت الجن بتاع النهاردة اه شفته نهاردة اه طبعا اسمه كولي خلي بالك ده هو هو بقى له فترة والسنة اللي فاتت كان كويس جدا خلي بالك ومن سبب أعاد المقاولين في الدورة السنة اللي فاتت الولد ده عيدو لنا الجون تانية يا جماعة عشان عايز لسا للكابتن محمود عبدالحكيم الجل اهو الجول اهو ايه شفت انا شفت انا لا انا عايز سألك على حاجة هو قصيدة صح اه طبعا بينا لا لا بينا لان هو راح للقرة عش كنتم فرج مع بعض اصدقائي النهاردة قوي لا بصدف انا اوترهم لا قصيدها لا 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 قصيدها هاتوا الاعادة التانية يا جماعة لا لا ببان اه كابتن محمود راجل حذيف يعني هو هيعرف اسكان قصد ولا جاي بالصدف لا ببان اعمالها بحرفانة بص يا كريم هو عامل وبعدين رايح للقرة يعني هو لافف للقرة اللي هو متلخامشة او بيدور عليها ايه دي الاعادة دي الخطيرة انا شفتك بتشبهه بجوم بيركم بيركم اه هو في منه شوية بس التانية كانت على الارض البصة على الارض اه طبعا 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 اه بس عشان اللفة بتاعت المدافع دي في القريفة اه طبعا 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 اه طبعا طبعا كان جول تاريخي برضه طبعا الراحب بيتحلم كتير من الجوان الحلوة دي في الدورة بصراحة كابتن محمود اه طبعا اللعيبة الحريفة اللي تعمل حاجة تقول الله دي خلاص ما بقتش موجودة كتير لا في جول حلو بس يبه حلو لا خلاص هو خلينا متفقيني ان المواهب قلت المواهب قلت في العالم كله اخلي بالك مش في مصر بس صح يعني انت لو بتكلم على الاجال في اوروبا حتى اللي قبل كده بص زيدان وفيجو ورونالديني وروفالدو ورونالدو ودلبييرو وطوتي ودينيس بيركام وعد مقا وحتى بادجو لحق الجيل ده شوية صح صح يعني وروماريو وبيبيتو وناس كلها مش هتعده مش هتخلص مش لها مش هتخلص وفي ناس مش هنحنا نسينها طبعا وماركو اوفا مارس وهنري وانت هتخلص كل الناس اللاعبوا مع بعض يعني دلوقت انت في اوروبا برضو هتلاقي 4 5 6 7 اللي هم بقى مميزين قوي اه في لعيبة كبيرة طبعا بس الحريب ده مش موجود اه لا مش مش موجود اه زي اللي علاقة بطرق اللعب مش بس اللعيبة يعني مثل واحد زي اسكو ده كان ما هو اسكو ده من اللعيبة الحديفة قوي بس طريقة لعب الريان مدريد اللي فيها ضغط وفي كوة خلاص اسكو حتى المعجب لا هو اللي بخيل على نفسه اه يعني وعد فترة ناجح مع الريان بس برضو ده علاقة بطريقة اللعب ممكن ممكن بس انا شاف ان هو اللي اثر في حق نفسه اه واجه فترة كان مميز جدا في في الريان مدريد طبعا طبعا كابتن محمود دايما بتشرف ودايما بتنور دايما اللي كان ماخر بتاع جدا انا بشكرك شكرا جزيلا حبيبك وتوحشني قد ربنا خليك اكيد حبيب يا كابتن محمود لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الاسدزة استاذ احمد جلال استاذ احمد الهواري عندهم كثير من الكواليث خليكم معنا ياعلم بحضراتكم مرة اخرى يشرفني ونورني الاسدزة وارستاذ احمد الهواري زي ما ات visibility ما عامل الفاصل كثير من الكواليث الرائعة والمهمة دايما معهم استاذ احمدجلال مشرف ومنورك العادة اهلا بك استاذ كريم واشرف لينا واحشتين من يشرف ومنورك العادة يا كريم الحمد لله على السلامة طبعا في حتة تانية حبيبي ده شرف ليه حبيبي يا كريم الشرف ليه ودايما بيبقى مبسوط وانا معك وحمد لله على السلامة الله يسلمك يا حبيبي قالب طيب السيد جلال ابدأ معاك من حيث بدأت هذه الحلقة الإسماعيلي وحال الإسماعيلي اليوم قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الاستقالة وانا بصراحة ما عرفش هل هي استقالة حقيقية ام استقالة تهدئة جماهير طب ما استقيل شفت فيلم عاصل اسود لما يوسف داود بيكلام احمد حلمي قلتوا بيلم قاعدك طب ما تمشي حد ماسخك يمشي يمكن ربنا يسطح الحل بعد ما تمشي انت عملت ايه ربنا كرامك ممدير فني اعاد لك الفرقة لا ما يعودش ما بيسمعش الكلام اصلا هجيب فلان هجيب علان هجيب ترتان جيت 3-4 مدربين وفي الآخر قلت ارجع حمز الجمل فالكده قلت لا ميدو انا كلمته طب هات ميدو طب ميدو جيه امبارح ميدو بيعمل فيديو او حد عمله فيديو واسحه يعني الاخير احنا الاخير عالدوري فوقه فقدر اللعيبة فقت فالنهاردة قلت له هكذا احنا كنا قبل الاخير فالنهاردة هنكرمك ونبقى الاخير فالنهاردة ما هونا خير فوقنا بالعكس بس فانت تتوقع تسمع كلام كتير يعني اسمعه ضغيجا ولا قرى طحنان انت عملت الكلمة لعمر الوحشي ماشي لا محمد الشامي ماشي لارد عمل الوحشي لعب اللي هو كان من 3 ايام ماشي راح يمشي فالفرقة نفسها فكة طبعا انا مش عايز اقلل منفوز حرس الحدود ان فعلا الناس دي لازم تشكر انها صح يعني تحملت الكثير واملت بتجربة احمد ايوب مات شين اللي فاته بدأت يعني ايه تجيب شغل كويس انه في المقابل ادارة بتحافز على مدرب النتاج ما كيتش جيدة الفترة الماضية بتدي له الدعم لحد ما توصل به المرحلة انه يقدر يحقق انت بل الظبط نهار ده حرس الحدود بيتها ساوى مع انبي في بسيطة عشرة النقاط صح يعني هو ده الفرق يعني انت مشيت حمس الجمل لي محطش فهم صح ومحطة مبلغتوش طب هل انت ديت حتى حمس الجمل للمستحقته لا انت عملت له شيك فرجل راح يصل في الشيك ما لقاش فلوس طب انت حطيت المقدمات للعيبة الجدد اللعيبة اللي هي موجودة ومفروض ان كان فيها عروض لبيرامدز والزمارك واخرين والمصري المدبولي الشامي عبد الرحمن مجدي بهر المحمد اقول لك بالقسم ها دول راحوا يقبضوا طب ومقدماتهم حوالي مليون 25 مليون 200 الف لحو ما لقوش حاجة مفيش رصيد يكفف في البنك للشيكات اللي هم وغدنا علشان فيه سوق إدارة صح وطالما فيه سوق إدارة رتب بقى كل حاجة صفقات غير منضبطة او سليمة فرقة فكة جاس فاني مهما كانت قدراته سواء ميده بقى او حمزة الجمل او 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 مش عارك من حاجة صح خلاص مش هيصنع من فسيخ شرباط طالما الدنيا كلها فكة في كل اتجاهات اللي احنا بنشوفها الارض الملعة ده زي اي برنامج احنا بنشتغل فيه كلنا بنعمل ايه بنعدي بنشتغل بيبقى عندك بلان بي بلان ايه بلان سي ده ما فيش حقا خالص انت بتشوف ناس النهاردة على الارض الملعب عبارة عن اوراق مفككة بتنزل ارض الملعب منهازمة قبل ان تبدأ طبعا من فيه عناصر كويس عناصر على الاقل تحط الاسماعيلي في وسط الجدول لو مش في مكان اللعبة بتلاقيه ايه لمحة من هنا حتة فردية من هنا هو خلاص صح بدي مش كلا جبنة جدا بالاسماعيلي بصها كريم هي طبعا قزمة الاسماعيلي من وجهة نظرها هي قزمة ادارية لزي ما استاذ احمد جلالك كده اتكلم انت كنت عندك حمزة الجمل قعد الفريق في بطولة الدوري ماشيته خلاص هي رؤية رئيس نادي او رؤية مجلس ادارة ماشيت كابتل حمزة الجمل وروحت اتعاقدت مع جريده هل انت كان عندك رؤية في جريده شايفه مدرب كبير حقق بطولات سواء هنا مع النادي الاهلي او في تجربه برا ادي له فرصة ادي له فرصة لحد على الاقل الدور الاول لكن انت جبت جريده هل جريده اختار الصفقات النادي الاسماعيلي جابها مختارش الصفقات الصفقات كانت بقرارات منفردة من بعض مسؤولي نادي الاسماعيلي وبرضو في تعيين كابتل احمد حسام يدو دي معلومة مجلس ادارة كان رفض مهندس يحيقومي رئيس نادي الاسماعيلي انفرد بالقرار وتكلم مع ميدو وانت مدير فني وانت موجود مجلس ادارة الاسماعيلي كان رافض اللي انا عارفه ان كان فيه حوالي 3 او 4 اعضاء مجلس ادارة في الاسماعيلي رافضين تعيين كابتل احمد حسام ميدو مدير فني كويس او مدير فني غير موفق دي القصة على جنب لكن فكرة مجلس ادارة اننا يجي ما يجي عضاء مجلس ادارة يرشحولك عبد الحميد باسيوني ورشحولك خالد جلال مع حفظ الالقاب يقولك اتنين مديرين فنين كبار حققوا نجاحات في الدورة كابتن عبد الحميد باسيوني واخد سوبر خالد جلال ادر مع البنك انه هو يعمل تجربة ومميازة على مدار سنتين ونص فانتا ما يجي عضاء مجلس ادارة ويحصل مكالمات منهم كابتن خالد جلال اتكلموا معايا دايركتو مهندس ايحي حكومي اتكلم مع كابتن خالد جلال وفيه اتفاق وفجأة انت تطلع تقول انا كلمت ميدو ميدو مدير فني وده قرار نهائي وانا قررت رغم رفض اعضاء لا يبقى هنا معلش نقطة من اول السطر انت بتدير مدين اسماعيل لوحدك كمهندس ايحي حكومي وانا فيه مجلس ادارة انتو انزلتو مع بعض وانجحتو والقرار لازم يبقى جامعي يعني انا لو شايف خلاص الاعضاء كلهم قالوا كابتن خالد جلال خلاص يبقى كابتن خالد جلال مع كامل الاحترام لرغبوتي لكن ايه اللي خلاك تاخد او تفكر في تجربة احمد حسان ميدو فطبعا عندك مشكلة من بداية الموسم مش مشكلة ميدو الواحد ولا انت اخترت صفقات ازاي اصل عمر الوحش ماشي اصل عمر الوحش قاعد اصل الشامي ماشي وراح المصري لقص الشامي قاعد القرارات كلها مش مدروسة بالمرة صحيح الاستقالة انا وجهة ناظر اه قزمة الاسماعيلي ادارية سواء هم رجعوا في الاستقالة وكملوا او هم رجعوا عشان حسن زمالي في الاعداد بيقولوه دلوقتي ان بكرة في اجتماع بين المنصي حرجوم الكومي ووزير الشعب والدكتور اشرف صبح الساعة سبعة مساء عشان يشوفوا الوضع دكتور اشرف صبح والسيد المحافظ لازم يكون فيه تدخل ولازم يكون فيه تكاتف من نجوم الكرة في النادل اسماعيل لانه موقف الاسماعيل بصراحة يحزن كل مشجع للكرة المصرية عظيم جدا نروح بقى انا برضو من ندمل الحاجات المضحكة الملكية ان الناس اللي عايزة خارج جليل او عايزة تجيب كابتنا محمد بسوني او عايزة حمزة جمل ايه اللي كاترفضة حمزة جمل في الاول صح يعني شيء غريب جدا صح اتحمل المسئولية لا وفي نهاية لما تيدي تكلم على المنطقة حيكون تكلم على رأس المجموعة ورأس المنظومة طب حلم من المنطقة ولكن المنظومة اكيد كلها فيها مشكلة ان انت عمشان تقول ان حمزة جمل ما ناجحش مع الفرقة طيب اخذك للنقطة تانية النادي الاهلي صفقات النادي الاهلي حتى الان في فضل انتقالات الشتوية رأيك فيها ايه وحكاية يعقوبه هو الحقيقة يعني انا عندي علامات استفهم على الصفقات الاندي الكبرى سواء اهلي او زمالك نبدأ بالاهلي والاهلي عندي تساؤل انت النهاردة يعني بدأت الموسم وقلت ان مش محتاج اكتر من اتنين العيفة او تلاتة العيفة بروني صافيو حتى الان يعني الشايله في الفرقة الهدف اللي اهدهلوه زكري الورد في ماتش السوبر بصراحة غير كده الناس بلا تتكلم وتزوم لا ده مش مش اللي يجي النادي الاهلي مش البرازيلي يعني مش التوقعات العالية هو مش لعيب سيء ولكن مش اللي هو مش اللي يلعب اهلي اه لغا دلوقتي مدركش اضافة اصبر من الموضوع اه بالزبط ده رقم واحد انت جدت مصطفى ميسي مصطفى سعد من سريبيك البطرة وما ديتوش اللي اخر ماتش ربع ساعة وكنت كل يقول للكلكلام لا ده ما يلعبش ما يلعبش فاحنا نتكلم في تلت الدورة تلعب مش كده تقريبا لسه بتديره ربع ساعة دلوقتي لأ وتخل بالك هو كمان بيديله عاشر اضطر انت عندك اصابة طهر محمد طهر بعدها اصابة كريم فوان بقاش عندها يا حسين شحاتنا حتنا مين وقبلها برسيتاو كمان اصابة في كل الناس اللي في الجنب ده تصابوا تقريبا فيما عادها حسين شحاتنا طيب انت مش عايز تاخد زياد طهر اللي اترمى في النار السنة اللي فاتت في اصعب واحلق وظروف الاهلي والناس كلها مصر كلها قارت ان العيب لعيب ممتاز ولعيب مباشر جاي النهاردة بتقول لا ده يطلع اعارة لمسلم ونصف وفي نفس مكانه جايب كريستو من النجم الساحلي انت جايب كريستو اللي هو في نفس المرحلة العمرية تقريبا او اكبر او اصغر شوية طيب فين بقى الصفقات اللي الناس بتتكلم عنها يمكن مروان عطيها اه صفقة كويسة في مركزه اللي برضو محتاج الحيطة دي اه ماشي والفجأة كريستو لعيب كويس جدا اه ما انا مقولك ماشي اه ما قلتش حاجة بس فين رأس الحربة اللي انت بقى فريق عندك دوري عطل عندك كاس رطة عندك كاس مصر عندك دوري عام اربع بطولات مهمة جدا فين بقى الناس اللي تشيلك في المنطقة الهربية انه هو بيدور عراس حربة والاهلي قال انه هو بلس انت جبت العيب وكل الناس تنصرت من المسئولية خوفا من الحدوث ازمة زي العيبة اللي فاتل كلم علي عقوب وصابتها كتير عزيزي عقوب العيب مهاجم ريو قافي طبعا يعني اوعى حد يتصح البرتغاليين اسألهم محمد ابراهيم اسألهم شيكبالة واللي حصل فيهم دول محدش تنصح عليهم لما تروح تقول انا طب انا هاخده اعارة بنية البيع طبعا اهلي على الفكرة خالد خالد عبد الفتاح اعارة بنية البيع لحين ما يخلص عمر كمال عبد الواحد وشوف وضعيا دي معلومة مهمة اه طبعا اه يعني عمر كمال عبد الواحد خلاص يعني كان عايز يجي الاهلي فترة ديت لكن فكرة ان هو لعب كونفدرالية ودولي الابطال لكن رجل قال ده انا رمبر وانا عندي رقم واحد كل الاهران عايز عمر كمال عبد الواحد اه فهو خد خلع فتاح يشوف هيشيل معاه ولا لأ لحين ما يجيب عمر كمال عبد الواحد او عايز يجيب عمر كمال عبد الواحد خاصة الزمالك هيعمل ايه لازم الزمالك عشان الزمالك كان داخل في القصة دي بشكل قوي انت عارف اكتنا نظر النقطة مهمة جدا فترة دي كانت محل النقاش في الحلقة انه خالع عبد الواحد وحنا اتكلمنا هنا في الحلقة على عمر كمال عبد الواحد بس انا كنت بسع النفسي سؤال دايما خالع عبد الواحد مع اكرم لما يرجع مع محمد هاني مع كريم فؤاد كده بقى كتير في تخمة مع عمار مع عمار كمال ممكن ينعم ناحية دي فهو خالع فتاح زي بيقوله كده ايه بينقذ موقف دلوقتي في الصابات العالية وهلكم هيكمل ولا لا الله اعلم فعشان كده جاب عارة بنية البيع عاصم تمام تخش بعد كده في المسألة بتاعت المنطقة اللي همامي لغا دلوقتي محا ما فيش فكرة ان انت بقى زي مقلتلك ما حدش تنصح البرتغاليين لأ انا هجيبه اعارة بنية البيع طيب ماشي بقى اتبقى ايه مخرج عشان لو نجح يكمل ما نجحش خلاص بقيت حلوة اللعبة حد اقشار بيع على النادي الاهلي ومشت في خلد عفتح لكن مش هتمشي مع ريو ابي انت عايز ايه قال له اعارة بنية البيع قال له طب يا باشا مليون ومتين الف دولار او واحد ونص مليون دولار والاهلي طلب ببلاش قال لك لا انا ادفعوا الراتب بتاعه بس قال له شكرا طلو الولد سافر ورجع من حيث اقاته طبعا ده يؤكد لك اني يعني طب ليه انت فيه لقيت تاني رحت كشفت عليه برة وقلت ده كويس وييجي طبام ده كان يتعمل نعمل كشف الطبي بدلا ما الولد ييجي ويعمل الهيس وانا خلاص في النادي الاهلي بس هو في الاول والاخر الكرار اللي خده الاهلي في النهاية هو كرار صحيح اه موان تأتي متأخرا افضل من قال تأتي صح لكن الفكرة كلها ان انت مثلا بعدها سمعت اني انا شخصيا انا جال انا مثلا 25 تليفون ابوك في الاهلي ابوك في الاهلي يا جل عمي بيقولي الكلام ده حاسست ان انا يا رجل ما اشتغلت الشرشوق ده ده مين انا ان ابوك في الاهلي لا ده هما بيكلموا لا ده هما بيكلموا مع بعض وانتطن انت هما بيتكلموا مع بعض انا مالي انا معرفش حاجة مع تحدش кلمني طب اه الزمانك دي حقيقة وكابتان احمد سامي يتكلف المضادة ابوكا جا عنده عروض من ليبيا ابوكا عنده عروض من دول عربية اخرى واتقال بالنص كده كابتان احمد سامي اللي قال بشان اللي بقول انا لست متحجرا بشأن انتقال ابوكا او غيره لأي نادي اخر شريطة ان يكون فيه بديل كويس ومقابل مادي محترم وإدارة النادي ساميكا ما عندهاش مانع ده كلام احمد سامي وكلام الجهاز الكورا والإدارة احنا ما عندناش مانع اي حد يمشي المقابل يكون كويس ولعيب يكون او لعيبة تكون قادرة على سد الفراغ وخلص الكلام فليس هناك تحجر بشأن ابوكا او غير ابوكا وفيه لعيبة عندها عروض من ساميكا لبطرة لعندها اخرى في الدولة عندها كبرى زي بيراميدز زي الاهلي زي الزمالك وكلهم معرفين كلكم شفتم محمد شكري بكلام عليه بس هيكمل لنهاية الموسي محمد ابراهيم نفس الكلام فيه كلام عليه محمد ابراهيم فيه كلام عليه اه ابوكا ابراهيم اه تمام ففيه عروض بس في النهاية هنقعد نتكلم ونتفاوض ولا هنخلص ونوقع دي شغلة ودي قصة ودي قصة تانية خلاص انا هسألك على ابوكا برضو بس لما ارجع من فاصل نروح فاصل سريع ونرجع نكمل كواليس الحلوة دي اللي دايما مع الأسدر أحمد جلال وأحمد الهواري خليكم قبل ما نروح لفاصل وسهب احمد جلالك بيتكلم على ابوكا وقال انه في عروض من النادي الزمالك تحديدا من نادي الزمالك في عرض لابوكا من نادي الزمالك او نادي الزمالك يرغب في ضب جون ابوكا من نادي سلاميتر البدرة طيب خلينا نتكلم عن صفقات الزمالك بالشكل عام وبعدين هنتضرق لابوكا تحديدا اه الزمالك طبعا اه في مهاجم أفريقي يعني خلينا ابوكا دلوقتي على جانب فيه مهاجم أفريكي في ناية الزمالك ده أكيد مليون في المية خاصة مع وجود اتجاف الزمالك لخروج سامسون على سبيل الأعرى البحث عن أعرى ده لسامسون خلال فترة اللي اتبقت في شهر يناير عشان اطلع سامسون معهر وقدر اضم مهاجم أو اتنين مهاجمين لأن الزمالك شايف أنه عنده أزمة نبيرة جدا في خط هجومه ومس ده رأي فريرة صح؟ رأي فريرة ورأي دارة الكورة أنا سمعت تصريحات لرئيس النادي بيقول فيها أن الراجل محتاج ياخد بس مباريات هو مهاجم كويس بس محتاج ياخد مباريات كتير بص يا كريم دايما الكلام في الإعلام غير اللي بيحصل في غرف المغلقة وانت عارف رئيسنا الزمالك خرج وقال لك احنا مش محتاجين أي صفقات الكلام اللي بيحصل في الكواليس وفي الغرف المغلقة الزمالك دلوقتي بتحرك لضم أربعة أو خمس لعيبة انا بقول لك اهو وبالمراكز اللي الجهاز الفني عايزها مدافع باكليفت لأن دلوقتي الزمالك خلاص افتقد لاثنين باكات ليفت فما عندوش غير عبدالشافي فانت عندك جهاز الفني قالك ووفر لي باكليفت في يناير عشان أقدر أكمل لعيب تمانية وينج ومهاجم ليه عايز تمانية انت عندك كتير بس في لعيبة يعني هم شايفين أنه ما فيش بديل كويس لإمام عشور لو إمام غياب أنا مش شايف ما عندك عمار سيسيو عندك روءة بلعبه ستة حتى عمر جابر بلعب تمانية بس عمر هم جايبينه شوية في حتة الباكرايت أو الحتة اللي بيلعبها عمر جابر لا بس في حتة لعيب رقم تمانية هم شايفين مين بقى الأسماء المتاحة أو مين الأسماء اللي الزبالي بيفكر فيه فيلم الدفاعة والمدافع هم شايفين خلاص إن عودة محمود شبانة من الإعارة ده أفضل حل حاليا أو أسلم حل لأنه مش مركز ارجنت أو عندي أزمة كبيرة فيه لكن لكن باكرايت هم شايفين فيه أزمة هم مش لقين حد متاح اتعرض عليهم زغير زغير أيصر سموحة مش متذكر اسمه بصراحة برضو تحفزوا شوية عليه فشايفين عندهم أزمة لكن وينج ومهاجم أفارقة هم شايفين إن أفارقة طيب جون إبوكا هم شايفين إنه أفضل حل لو أنا ملقيتش مهاجم أفريقي دلوقتي قدرت الكورة شغالة زي أنا بفلطر السير الزيتاء اللي جايلي من المهاجمين بقى المرشحين سواء من دورات عربية أو دورات أوروبية سواء لعيبة من شمال أفريقيا يعني توانسة أو مغربة أو لعيبة من الجزء بتاع جنوب القرى هم شايفين لو ملقتش المهاجم اللي يقدر يصنع الفارق أتجه لجون إبوكا آه حصل كلام مع جون إبوكا وكان فيه جلسات وحصل كلام بس فيه هم بجة نظر الزمالك إن مغالاة شوية أدفع 2 مليون دولار كتير جدا حتى لو اللعب عنده عروض من بره آه الفرق بالنسبة لي أنا في جون إبوكا ما أدفع 2 مليون دولار ربتكلم في حوالي 60 مليون جنيه كتير جدا الزمالك بيتكلم إنه أدفع حوالي 20 خمسة وعشرين آه العيب مميز كويس جدا هداف تعود على الدور المصري وسامسون بك آه معا يعني هتتكلم في حوالي مليون وشوية مليون ومتين ما هو أنت دلوقتي أنت عندك مشكلة أنت جبت سامسون وعندك سيفة جزيرة لازم هتطلع على عيب مليون وزكريا الوردي كان بنفس الرقم؟ آه زكريا كان من طقال حر فأنت ما دفعتش آه بس لا بس دفعت دفع فيك إيه للعب نفسه آه أنت اللعب خات حوالي 300 ألف دولار أو 400 وردوهم يعني وفقا للتصريحات إقدارة الزمالك إنه هم استردوا المبلغ اللي دفعوا زكريا الوردي فأنا الصفقة ما كلفتنيش حاجة أو ما عملت ليش أزمة فزي ما بقولك إيبوكا آه اسمه مطروح لكن يعني الزمالك بالبلد كده بيقدم رجل وبيقى آخر رجل لو ما لقاش مهاجم وميز بره هيتجه ليه جون إيبوكا خاصة أن جون إيبوكا كان معروض على الزمالك في الصيف وتحفظوا عليه ومضى واللعب منضمش الزمالك كانوا قدروا جدا زي ما خلاصوا مصطفى الشلب من إنبي كانوا خلاصوا جون إيبوكا لكن اتجهوا لسامسون عشان هم كانوا وجهة نظرهم إنه هم شايفين إنه أفضل وماليا الصفقة كانت هتبقى أقل من أنه ساعتك معين كونسوري إنه سامسون ممكن يتأيد تحت السن بالزبط قصة تحت السن وقصة إنه أنا هدور على مهاجم تاني فهم دلوقتي مفيش مشكلة إنه أنا أغلط وأصلح أغلطي آه غلطنا مثلا جبنا سامسون فهم دلوقتي بيحاولوا إنه هم يطلعوا سامسون أعرى واستغل إنه أنا أقدر أضم مهاجم أفريقي وينجأ أفريقي لإنه كمان إبراهيم الأوائق عنده أزمة آه عنده مشكلة طبية ممكن آه ما بين مطشين والثالث آه أفوجه إنه هو تصاب فأفقد لعيب مهم جدا في الجزء ده فالزمالك بيغربل آه ملف الأجانب بشكل كبير جدا وهنشوف الفترة الجاية مهاجم أفريقي في الزمالك السؤال هيبقى لأستاذ أحمد جلل والأستاذ أحمد الهواري موقف كهرباء إيه هيلعب بعد يوم 11 ولا مش هيلعب أنت مزيتش؟ زيقت جدا بس أنا عايز أعرف إيجابة زي زي المشاهد دلوقتي كل اللي يقول لك إحنا مستنيين طابع البوستر اللي جاي على الحصان من البلد ومع الحمام الزجل عشان يدينا الإفادة من الفيفا إنه هو يوم 11 هيتشال من المنطقة الحمراء اللي هو موقوف ويبقى مش موقوف كلام الكتير اللي تقال أنا ما بحبش قفتي لائحيا لكن اللي أعرفه إن مرسيل كولر حاطت الرجل في حساباته أول ما يتم يتقوله تفضل الرجل ده ضوء أخضر هيبتدي يتعامل معه كجناح أو كراس هربا ده من ناحية الفنية الناحية اللي لا إحيا لكل واحد اللي وجد نظره وأنا ما بحبش قفتي كتير لكن كل ما أعلمه إن مفروض بعد 12 يناير يتحدد الموقف هل الإقاف بتاع أفج البرتغالي الذي قيل أنه تم تجميده أو شهر إفلاسه أو 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 دي العقوبة الأكبر يتم تطبيقها لمدة فترتين بعدها إذا مالك يقدم شاكوة جديدة لجلة تنضباط في الاتحاد الدولي فيفا علشان يوقف اللعب إذا هذا حدث فكأنك بالضبط اللي كان مطلوب إن كهرباء يقصت الغرامة المالية بالفوائد المستحقة لتنين مليون وربعمائة ألف دولار ويفكر حتى للمحامي بتاعه الذي أقره واعترف إن الغرامة بالكامل على محمود عبد المناعم الكهرباء ده اللي أنا أقدر أقوله لك غير كده يبقى أنا أبافتي هاي هوالي معلوماتك طيب قصة كهرباء دي يعني هي حالة غريبة والغريب فيها إن أنت ما تروح تسأل مسؤول يقول لك لا والله صحنا مستنين الرد طيب تروح لاتحاد الكرة اتحاد الكرة وقف في المنطقة الدافئة أو المنطقة الأمنة ويقول لك أنا مستني الفيفا يبعطي طب انت جالك خطاب طب تفسير الخطاب وإحنا نفسره وإن ترجمه تروح للأهل وتروح لكهرباء وتروح للمقربين من كهرباء يقول لك كهرباء هيشارك تروح للزمالك يقول لك رأي إزاي يشارك وهو ما بعتليش المؤكد اللي أنا متأكد منه إنه زمالك بعت أو بصدت خلاص خلال الساعات اللي جاء دي يبعت الفيفا رسمي اللاعب ده إقافه انتهى ما سددش الغرامة موقفه إيه لأن اللاعب هيشارك مع فريقه فأنا حقي فين وموقف فين ما أعلموا من ناحية النادي الأهلي النادي الأهلي بيرغب في الدفع بكهرباء ومشاركة كهرباء لسبب واحد وهو تسويق محمود عبد المنعم كهرباء لاستغلال مبلغ الأعارة أو البيع النهائي في تعويض كهرباء بأنهم يسددوا معي جزء من الغرامة لأن ده الوعد اللي كانوا أخذوا كهرباء من النادي الأهلي أنهم يساهموا معه بجزء الحل الوحيد لأن النادي الأهلي لن يتحمل من خزينته مبلغ أو حتى لو جزء من غرامة كهرباء وكهرباء لن يتحو على غرامة بالكامل فالحل دلوقتي في تسويق محمود عبد المنعم كهرباء بقى عرضه هتيجي إزاي؟ هتيجي بأن اللاعب يشارك لأنهم فشلوا حتى اللاعب هو وكيله فشلوا في إيجاد عرض خلال الفترة لأن اللاعب داخل في حوالي سنة ما بيشاركش فما فيش نادي هيروح يتعاقد مع لاعب موقوف وما بيشاركش فهم عايزين يتحوعوا باللاعب عشان يكون فرصة إن أنا أقدر أسوي اللاعب وأجيب له عروض الدولة الإماراتية قد تكون محطة مقبلة لللاعب حال مشاركته دي قصة كهرباء يعني الأفضل في قصة كهرباء إننا أنتظر 48 ساعة جايين ونشوف على أرض الواقع كهرباء هيشارك ونخلص فعلا لأننا يا قصة دمها تقل وتروح لمسؤول في الأهل يقولك لا هيشارك تروح لمسؤول في زمارة تقولك لا مش هيشارك تروح لتحدك كل المفهود بقى هو اللي يقولك يقولك لعم عرف يقولك أنا مليش دعوة هي قصة غريبة بصراحة إنت وعندكش مسؤول عارف في إيه نوري شرفت ونورتك العادي حبيبا كريم أنا دايما بقوا بسوطة أنا معاكم دايما شوفت نزيل وزي أحمد بتشرف وتنورك العادي دا شرف لي يا رب أنا خليك شرف جزيلا دا كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يارب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على اللقاء